رسالة تقول أنا مدرك الخطأ اللي أسويه وعندي يقين إن الله لم يرضى على هذا الشيء و الله موفر لي كل شيء أقدر أبعد عن الخطأ أنا أجاهد نفسي بكل الطرق لكن أعود مرة ثانية شو الحل هو ذنب عظيم و من قريب أدرك بعد عدة رسال من الله أنه ذنب قبيح والحين أدرك الخطأ و خايف من عقب الله بعد ما أسوي أرد توب وبعد أعود للذنب ماذا أفعل في هذا الشهر؟ أول حاجة اسمع يا أخي مودي الله يصدك أول حاجة يا أخ مودي أنت راح تذنب و راح تذنب و راح تذنب و التوب و التوب و التوب و التوب حتى تموت جاء قوام للنبي صلى الله عليه وسلم قال أصولو نذنب قال يكتب عليكم نتوب يغفر لكم نذنب يكتب عليكم نتوب يغفر لكم ثم نذنب فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمله يعني اسكتوا تتعبوش نفسكم لا تتعبون إن الله لا يمل حتى تمله اسكتوا وهدوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال ود الشيطان لو يظفر بهذه إنه أنت نتوب طالما تذنب توب طالما تذنب توب كل ما أذنب توب قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبنا السيئيات وتوب إلى الله جميعا أيها فأخي الحبيب طالما تذنب أذنب ودع عنك وساوس الشيطان يأتي يقول لك يا أخي والله أنت ما تستحي الشيطان ما يأتي يقول لك يا أخي ما يأتي يقول لك لا تتوب لن يقول لك هذا الكلام يأتيك يشعرك بالذنب أنك أنت ما تستحي يقول لك يا أخي والله أنت ما تستحي تذنب تأتي لله يا أخي ما عندك خجل يا أخي لا متى الله يصبر عليك لا يصبر عليك لأنه هو صبور هو الصبور وهو الرحيم هو اللي علمني أنه رحمن ورحمتي وسعت كل شيء وهو شرع لي باب التوبة ولم يقيد التوبة إلا بقيد إرجاع الحقوق إذا في حقوق أو ما تطلع روحي وباب التوبة مفتوح علمت فكلما أذنبت توجه إلى الله عز وجل بتوبة ودع عنك وساوس إبليس أخي حبيب شكرا